مشاهدين في كل مكان أهلا بكم وجاء اليوم الأخير في زيارة الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى العاصمة الألمانية برلين بعد زيارة مرسونية ولقاءات وصلت ربما إلى أكثر من عشرة أو اتناشر لقاء مع مسؤولين ألمان وتم توقيع أكثر من اتفاقية وصلت ربما إلى ست اتفاقيات ومذاكرات تفاهم ونحن الآن في حصاد هذه الزيارة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي ب129 مليون يورو إعلان نوايا المبادرة المصرية الألمانية لتطوير التعليم الشاملة وإنشاء إكاديمية لتدريب المعلمين وإعلان نوايا للتعاون التعليم الجامعي والبحث العلمي مذاكر التفاهم مع سيمينس في دعم التصنيع وتوطين التصنيع وتدريب وإنشاء الجامعة الألمانية التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة هذه كانت خمسة مذاكرات تفاهم أو خمسة اتفاقات وقعت مع الوفد الألماني المسؤول وكان الوزراء طارق شوقي وخالد عبدالغفار وعمر نصار وصهر نصر وسامح شكري هم أعضاء الوفد المرافق لسيد الرئيس كان هناك لقاءات ثنائية واتفاقات ثنائية بتجمع وزارة الصناعة والتجارة مع التعليم العالي مرة مع التعليم والتعليم الفني مرة أخرى والجانب الألماني بيرى أن هناك تنسيق واضح بين أعضاء الحكومة المصرية وهذا بيمثل أيضا في وجهة نظر الألمان نقلة كانت بتفتقدها الحكومات في الدول الأفريقية وحتى في مصر فيما مضى أن كل وزارة كانت بتعمل بمفردها بمعزل عن الوزارة الأخرى إذن هذه الاتفاقيات بقراءة سريعة وبنظرة تلسكوبية على ما دار وما تم ومخرجات هذه الزيارة